مقولة حلوة كده بتقول اسمع معايا صاحب القلب الطيب ما يعملش غير الطيب مقولة حلوة لانه الطيبة دي دي احلى حاجة الطيبة بتطلع طاقة حلوة الفنان القدير اسماعيل فرغري انشأ منصة اسمها ايه قلوب طيبة ايه حكاية القلوب الطيبة في المنصة هي اول منصة على اليوتيوب ودي بتخدم الصم وضعاف السمع وبتقدم برامج تثقفية وفنية ورياضية ودروس لمحو الأمية ولغة الإشارة يعني حاجات كتيرة جدا فطبعا القلوب الطيبة هي اللي بتتابع المنصة دي واكيد المنصة دي بتسعيدهم تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل عن المنصة وازاي جات الفكرة دي اصلا الفنان اسماعيل فرغالي ضفنا في التاسعة مساء الخير مساء النور شكرا على التقديم الجميلة يعني الفكرة حلوة يعني وفكرة ولدنا وأهلينا الطيبين دول اللي هما يعني فقدوا السمع طب ما هما لازم يعيشوا معنا في المجتمع حقهم المنصة دي جات ازاي الفكرة جات ازاي هي الفكرة حضرتك اللي هي صديق بيخرج مساحية للصم فقال لي وانها بيا سمع تعالى سلم عليهم عشان هما بيحبوك فقلت له حاضر سمعا وطاعم فبعد ما قفلت معاه رحت حاطي داية الاتنين في ودني عشان اتخيل الناس دي عارفيني ازاي وما بيتكلموش زي النور كده ما بتقطع صحيح دا الواحد الكفيف دا طبعيش ازاي صحيح ما هما ما قدرتش هستوعب حقيقة فروحت رايحة فلاقيتهم حالة حب انا فجئت وعنايا دمعت بجد لان هما يعين عشان ما بيسمعوش فبيعبروا دي علامة الاشارة بحبوهم تمام فلاقيتهم دي علامة الاشارة بحبوهم دي دي معنات اي 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 ال حرف ال 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 اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو انا كمان بقولهم دي علامة يعني مش انا كمان بقولهم اي لاف يو الكل اللي بيسمعونا الله يخليك ربنا يخليك فلقيتهم عشان ما بيسمعوش فبيعبر الابتسامة بتاعتهم كده فيه عنف فا قلت طب الناس اللي بتحبيني قوي دي مين وعارفيني ازاي عارفت بعد كده انه ما بيعرفوش الممثل باسمه اسماعين فرغالي او فلان 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 لا بعلامة تمام فلما بدعت احمل سرش عليهم واشوف قلبي بقى بدأ يتحرك بقى قلت سبحان الله نقدر ربنا بعيت للمخرج ده عشان اروح عشان يتزرع فيه ده وابطني انطلق اي لقيتهم عددهم ناس بتقول 8 مليون ناس بتقول 7 مليون ناس بتقول 6 مليون ناس ايا كان الرقم ملايين وبدأت بعمل سرش لقيت في الوطن العربي عشرات الملايين كبرق فلاقيتهم تمانين في المئة منهم اميين امه مبيوروش ولا بيكتبوا قلت يعني مبيسمهوش ولا بيتكلموا ولا بيقروا ولا بيكتبوا طب ليه اميين عشان بيوصروا للدرجة تعليم معينة وبيوقفوا تمانين في المئة تقريبا منهم فقر امه لو حد فيهم زينا تعب أبو ولا أم ولا ابن ولا بنته راح للدكتور هيقول للدكتور إيه زي ما احنا بنقوله فعشان إيه يحصل ده تواصل لازم يكون مترجم لغة إشارة معاه مترجم لغة الإشارة حضرتك أغلى من مترجم الأسباني والألماني والإيطالي وهم على قد حالهم فانعزلوا عن المجتمع الهدف من القناة دي القلوب الطيبة سميتها قلوب الطيبة لأنه هم ما سمعوش حاجة وحشة عشان يقولوها وهم يعني لا سموا حاجة وحشة ولا حاجة حلوة طب ليهم احتياجات كتيرة ليهم احتياجات طبية وثقافية ودينية ووا ووا فبدأت أعمل القناة حضرتك أي شاشة بنشوف فيها مترجم لغة الإشارة بيبقى أسفل الشاشة هم بيعتبروا دي إهانة فانعامل أي محتوى هيظهر بعد كده هيبقى تلت الشاشة للصم للمترجم سوري والتلتين للمحتوى سواء فيلم أو مسلسل أو أي حاجة كل الاحتياجات اللي هم محتياجين بس وموضوع كتير أو يعني ممكن نتكلم في أسبوع طيب يعني فحطيت بقى على المنصة مواد بقى فنية وتسقفية الإقبال كان عامل إزاي؟ هو لسه طبعاً الكلام ده المؤتمر اتعمل من خمستاشر يوم وكلمت الدكتور أشرف زكي لسه بقوله أنا عايزة أعمل مؤتمر صحف عشان عايزة أعمل قناة للصوم قبل ما اشرح له وقال لي موافق بصراحة أعملنا المؤتمر حضره أستاذ أحمد بيديار أستاذ أحمد سلامة فانقبت المعنى التمثيلية والنادي فتح لي مكان وقال لي اعتبره ده بيتك وهو بيتي فعلاً مرضوط بقى الناس أن يتعامل قناة خاصة بهم دي اللي كانت حلوة أو بدأت الناس كلها تقول يلا 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 معكم طيب روحت للنادي الأهلي ونادي الزمالك لقيت فيه مشجعين للصوم من نادي الأهلي وزمالك لأن دي كمان لغة ما فيهاش كلام طبعاً وانت عارفت كرة وهوس كرة طبعاً يعني هي باينة جداً وهو سيف الكرة رايحة فينه وجام نينه بالزبط طبعاً وقلت عمل لهم استوديو تحليل لكرة القدم تمام ورحنا للنادي الأهلي ومفهود فيه زيارة قريبة عشان الدور واقف يبقى فيه زيارة للنادي الأهلي يحضروا التدريب جزء منهم والنادي الأهلي يعمل لهم عملية لغة إشارة دي وبالزمالك وبدأت أخاطب بقية الأندية الجمهورية اللي هي إسماعيل في الإسماعيلية المصري في البورسعيد الاتحاد السكن بقية الأندية كلهم اللي فيها جمهور لأنه برضو كل المحافظات طبعاً طب هما ما بيسمعوش وبيتكلموا ولا بيقروا بيكتبوا ففكرت قلت أنا عندي فكرة زمان محو الأمية فقلت أعمل محو الأمية بلغة الإشارة على الأقل يعرفوا يارو القرآن يارو إنجيل طبعاً طيب هما بيصالوا الجمعة هسألت دار الإفتة هو القصم ده ليه صلاة الجمعة أنا بنزل أنا كإنسان عادي بسمع خطبة الجمعة طبعاً طب أنا بسمعش خطبة الجمعة هل ليه طب بيروح ليه عشان يعيش الحالة عين ما بسمعش حاجة خالص فبدأت أقول لهم يعرفوا دينهم يعرفوا ربنا يعرفوا النبي في برنامج ديني يعلمهم دينهم إيه تواصلت مع داكاترة بكل التخصصات وكلهم فتحوا إياداتهم بلا استثناء وعملياتهم للصم على أساس إن أنا بعمل داتا دلوقتي للصم علشان لما ييجي حد أصم يروح للدكتور هيقول له إيه يبقى فيه مترجم لغة إشارة يداد أترجمه هو طبعا زي ما شايفين كلنا اللي حببني أبتر واخدنا أشتغل هو اهتمام الرئيس بيهم وكلنا شايفين دا طبعا عمل لهم حاجة اسمها واصل واصل دي حضرتك الإسعاف والمطافي والنجد عشان أي حد من الصم وجده أي حاجة بفيه أبليكيشن يفتح الأبليكيشن ويشتغل على واصل دا يفتح الأبليكيشن يلاقي كل سنتر قاعد مترجم لغة إشارة يتواصل مع الزابط أو أي حد تمام هو كمان إنت هتعرفهم بكمل الأشياء الفنية اللي موجودة بالذات لو في منهم أطفال في منهم كبار يتابعوا المسلسلات يتابعوا نشرات الأخبار يتابعوا كل الحاجات دي فيحس إن هو ليه وجود عايش معنا تواصلت مع بعض المنتجين منهم الأستاذ طارق نورو بشكره بدأ كنت أنا عامل برنامج اسم محسن على هوا زمان بدأ يديني بعض الحلقات على أساس يبقى الكواليت بتاعها كويس وتبقى الشاشة التلتين الحلقة والتلتين المترجم لغة إشارة دي قناتهم هم أغاني بقى مثلا أغاني هم أكيد بيشوفوا المطربين بالضبط في الأغاني اللي هي الألترس بتاع الأهل والزماني برضو فيه دا ودا موجودين برضو بتلغط الإشارة عمل لهم برنامج بتعلمني فيه لغة الإشارة بنت طعيفة سمن اسمها مادونة دي آيكونة الصم في الشرق الأوسط لأنها أول بنت قصم تخش معت في المصرحية فبنعلم الناس العاديين لغة الإشارة وأنا بدأت أتعلم لغة الإشارة مش عشان أبقى مترجم لا عشان أقول لهم في العيد كل سنة وانتوا طيبة عيد أطحى مبارك أشاركم عشان تتواصل معاهم بالضبط فيه ناس كتيرة جدا حابين نغة الإشارة أكيدنا أنا بنلعب أفلام طبعا فدي برضو عاملينها من شاء الله بإذن الله بقى فيه رياضة بقى فيه الأفلام والمسلسلات أنا بدعو كل المنتجين ودع المتحدة أنهم يدون الأفلام أنا القناة القناة دي مش للربح يعني أنا متأكدة أنه لو أنت موجود أصلا في تلفزيون المصري حيث كل الإنتاج اللي موجود أعتقد أنهم مش هيتأخروا عنك أبدا ولا المتحدة أكيد هتتأخر أبدا عندها بالعكس دي فكرة لطيفة جدا ونقدر لما تبدأ تحط أنت الحاجات على اليوتيوب كمان نعرج منها إن شاء الله فنقدر نساعدهم فيه عدد من المطاعم في مصر بتتعامل معهم بالضبط والناس أنا من الناس اللي بحب أروح المطاعم دي عشان أخذ واجبات وأتعامل معهم وابقى سعيدة جدا طبعا وأنا بتعامل معهم فإنت برضو ممكن تنزل خدمات مختلفة بشكل كبير وإنا كنت من 15 يوم مع السيدة دكتورة نائلة عرس تلفزيون وقابدت أن هي تعمل محو الأمية في التلفزيون المصري وإن شاء الله في خطوات جدية تعمل التلفزيون المصري بإذن الله هل بقى مثلا هتستضيف حديك فنان هتستضيف فنانين يحبوهم ويبقوا موجودين في القناة بص حضرتك أوتا طبعا موجود وكلهم بلا استثناء منهم الفن الأكرم حسني من الفنين بيموا كل محدش ممانع في الخير خالص كل الناس عايزت تساعد أنا بس عايز أدعو مرضو يعني مثلا إيه مسلسل زي الاختيار مسلسل مهم طبعا جدا جدا طيب إحنا تفرجنا عليه عايز تعمله بلغة الإشارة بلغة الإشارة وأشوف الفنان أمير قرارة والممثلين يقولولهم كلمتين للصم إن إحنا مبسوطين لنتفرجوا عليه وعلامة الإشارة حيبقوا سعادة جدا وأنا متأكدة لو أنت خطبت الفنانين دول كلهم حيسجل لهم نفس الكلام اللي أنت بتقول عليه وأنا بضم صوتي لك إنه الاختيار مهم إنه هو يكون ينزل عليه لغة الإشارة يعني حيبقى مفيد الاختيار الممر كمان الأشياء بالذات اللي هما كبار السن يحسوا بوطنيتهم وشاركتهم هما عدد اللي أنت حضارك بتقول عليه إنت عارف حدك لو جبت لهم فيلم دعاء الكاروان شوف إحنا تفرجنا عليه كم سنة طبعا هما بيزبالهم جديد ما تفرجوش على ده طبعا فيحس إنه هو عايش الحياة وعايز أقول للناس في الشارع علموا ولادكو لغة الإشارة مش هنحاجه عشان إنت لو شفت في الشارع ما تتنماش عليه طبعا وتعرف تتعامل معاه على طول بالزبط ويبقى أبسط حاجة إنت عامل إيه إنت عايز إيه أبسط أبسط الأشياء ودي مش محتاج بقى نقول بقى وزير التربية والتعليم بس خلال حضرتك إحنا عندنا طبعا برامج كتير في التلفزيون وبتبقى موجودة فيها لغة الإشارة وبيبقى على طول موجودين معانا وصلات الجمعة أعتقد فيها لغة الإشارة فيها بس بتبقى تحت خالص غلا ما تقول أنا شايف بحكم حضرتك طبعا إنت قناة متخصصة شايف بحكم كاملة بالنسبة لهم بس أصد إنه كمان ده موجود ومتاح بشكل كبير فممكن كمان يساعدهم كمان قراءة الأخبار يعني يبقوا عارفين برضو عارفين عاشين في إيه حوالي من الجو حر برد بكرة في إيه رحين فين الحركة انت بعات الأهالي بقى إيه إيه الأهالي الأهالي شوف أقول لحدك حاجة جبر الخواطر ده يعني أنا عايز أنا بعمل لهم حاجة كمان فيها دراما خمس دقائق كدوان طب خلينا ناخد دي الدراما دي بعد فاصل كده قصير ونتوقف وخلينا نقول لكل اللي بيسمعونا بنحبكوا قوي قوي تابعونا بعد فاصل قصير رجعنا تاني لحضراتكم بنتكلم على أصحاب القلب الطيب اللي احنا بنحبهم واللي علشانهم كمان احنا بنقدم الفقرة الخاصة دي لمنصة وعلى اليوتيوب بتقدم أشياء ثقافية وطبية وترفيهية وفنية وطبعا ضفنا الفنان إسماعيل فرغالي الطيب اللي بيحاول ينقسهم ويقدم لهم ده في عجالة سريعة حضرتك قلتلي أنه هتعمل حاجات درامية بالضبط أنه هم عندهم القدرة بدليل الدكتور طوح حسين عميد الأدب العربي كان ايه طبعا بتوفين كان ايه طبعا يعني عايز أقول أنه في نمازك أنه انت ما كتيرة هم مش عايزين نبقى بنتكلم معاهم بلغة العطف لا انت تقدر لغة القوة والإرادة هو موجود بالضبط قادرون قادرون هم قادرون بس يديهم الفرصة أيوة فإن شاء الله بإذن الله أعملهم حاجات ومعايا بعض ممثلين برضو زماني دي حابين الخير قوي إن احنا أعملهم حاجات دراما وأنشارك برضو أصحاب هبام تانية أكيد إن شاء الله بإذن الله أكيد الأهالي موقفهم إيه أكيد سعداء جدا بقناة زيدي لأنها تفرق معاهم كتير طبعا وعايز أقول له حدك حاجة معنش مهمة جدا ياريت أنا بدعو كليات الإعلام اللي في مصر مشاريع تخرجهم زي ما حدك عارفة إن كل أربعة خمسة طالبة في نهاية السنة الأربعة سين يعني بيتعمل مشروع المشاريع دي بتروح فين صحيح متترجم تعالي نتكلم عن أرض الواقع خلي مشاريع التخرج يعني ياريت مثلا السنة دي النهاردة السنة دي كل مشاريع التخرج بتخدم الصم السنة الجاية محول أمية يبقى فيه تواصل خلينا نقول ده أعتقد أنه مش هتتأخر أبدا كليات الإعلام في مصر أو معهد السينما أو الفنون المسرحية عن هذه المساعدة ينضموا بيعملوا حاجات جميلة أنا مشكورك شكرا جزيلا فكرة رائعة وفكرة كلها طيبة من قلوب طيبة وحنتابع معاك وإن شاء الله إلى الأمام ونفضل إحنا معاك برضو نقول إحنا بنحبك جميعا وتفضلوا معنا خليني أقولك وأنا بحبك ترجمة نانسي قنقر